أبدأ معك العميد خالد عكاشة الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيت أكد في حواره مع الإعلامي أحمد الطهري بقناة أكسرا نيوز أن عودة العلاقات المصرية التركية تساعد على عودة الحوار بين أنقرة والدول العربية كافة برأيك ما مدى تأثير قرار مصر وتركيا هذا بترفيع العلاقات على الحوار العربي التركي بشكل عام أستاذ أميمة تحياتي لحضرتك وللضيوف الأعزاء والسادة المشاهدين ومتابعين جميعا بالطبع أتفق مع ما ذكره معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية نحن إذا خطوة مهمة وخطوة ربما تكون فارقة خطوة بدأ الاستعداد لها وبدأت خطواتها التمهيدية قبل المعركة الانتخابية التركية الرئاسية والبرلمانية ربما بما يقارب عامين كما ذكرت حضرتك في المقدمة وأنا أتفق مع جل ما جاء فيها هذه الخطوات التمهيدية عكست رغبة وإرادة حقيقية لدى الطرفين حول تصحيح الأوضاع غير المريحة وغير الاعتيادية التي كانت تشوب هذه العلاقة خلال العقد الماضي خاصة والمنطقة جميعها تمر بقدر كبير من التحديات المشهد الدولي ليس في أفضل أحواله تحتاج الدول الإقليمية الكبرى مثل مصر وتركيا إلى قراءة معمقة لهذه التحديات واستعادة أواصر العلاقات كي ينضي سويا في مجابهة تلك التحديات الدولة المصرية دولة مهمة على صعيدها الإقليمي دولة ينظر إليها من مختلف زوايا العالم باعتبارها أحد ركائز الاستقرار والأمن في المنطقة وهذا الأمر جاء على ألسنة كافة القيادات العالمية في معظمها لذلك أعتقد أن تركيا خطت خطوات صحيحة وفي الاتجاهة الصحية ومن ثم تجاوبت القاهرة بصورة هي الأخرى أكثر واقعية وأكثر اهتماما بمصالح الإقليم وبالمصالح المشتركة وأيضا بالمصالح العربية التي تعد الدولة المصرية من مصاف الدول الرئيسية في المنطقة العربية التي تجعلها قادرة بالفعل على الإسهام في تصحيح العلاقات ما بين تركيا وبين العديد من الدول في منطقة الخليج في الشمال الإفريقي في كثير من المناطق التي شابها خلال السنوات الماضية بعض من التعقيدات أظن أننا ندخل إلى مشهد جديد مليء بالتفاؤل إلى حد كبير ومليء بالطموحات كي تكون استعادة هذه العلاقات هي عامل دفع إيجابي وحقيقي في مسيرة الاستقرار في المنطقة بأتمل ترجمة نانسي قنقر